فضيلة الإمام الأكبر الأسادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في صورة طاها فتعالى الله الملك الحق صدق الله العظيم الحق من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم عشر مرات ما هي المصادر الأخرى التي أكدت لنا هذا الاسم الإلهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فهذا الاسم الكريم من الأسماء الحسنى وكما تفضلت ورد في القرآن الكريم مرار كثيرة جدا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيو الموتى وأنه على كل شيء قدير فتعالى الله الملك الحق طبعا يعني ويعلمون أن الله هو الحق المبين فورد في القرآن هكذا طبعا ورد أيضا في أحاديث كثيرة منها أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاه أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ومعنى أنت الحق يعني لا حق غيرك لا يوجد حق آخر وعدك الحق لا يوجد وعد قولك الحق لا يوجد قول حق في درجة القرآن الكريم في كلام قولك الحق ووعدك الحق كما وعدت سيكون حقا فهذا هو المصدر الثاني من مصادر هو السنة النبوية هو السنة النبوية وطبعا أجمعت عليه الأمة الإسلامية ماذا تعني كلمة الحق من الناحية اللغوية يا مولانا؟ والله الحق هو مصدر حق يحقه يعني حق الشيء يحقه بمعنى أنه موجود فالحق هو الموجود في علاقة قوية جدا بين أو تكاد تكون علاقة تطابق بين معنى الحق والحقيقة وبين معنى الموجود وكلمة أو مفهوم الوجود من المفاهيم العميقة جدا حتى في الفلسفات الحديثة يعني يعني كثيرون اهتدوا فالأسفة الإلهيين اهتدوا من خلال الوجود والوجود يعني عندهم الوجود هو العدم الألا والمعلوم أمور كثيرة أخرى آخرون يعني قالوا أن العالم عدم لأن العالم طبعا الوجودية وكذا أنت حين تختار لا تختار إلا إذا عدمت يعني حين تختار شيء أنت بتعدم أشياء على طول فحتى هذا الاختيار هو عدم وقالوا بعد ذلك أن الحياة عبت والحياة كذا إلى آخر لكن الوجود في الفلسفات الإلهية حتى في الفلسفات اليونانية اللي هي ليست مادية هو طبعا ده يعني الباب الأول في مباحث الإلهيات لأنه من خلاله يعرفون الموجود وهو الله سبحانه وتعالى لأن الوجود ليس درجة واحدة والموجودات ليست في درجة واحدة هناك يعني تدرج نازل من الوجود الإلهي الوجود الملائكي وجود الروحانيات ثم وجود إلى أن نصل إلى الوجود الجسماني وهنا يقول يعني تظن أن هذا وجود هو عدم يعني وسنعرف بما في وجودنا إحنا بما فيه طبعا يعني لما أقول أنا موجود غير أن ربنا سبحانه وتعالى موجود نعم نحن لنا وجود من ناحية إحنا موجودين ومن ناحية إحنا لأن وجودنا كما سنتحدث ليس من ذاتنا يعني نستدعى بالوجود ويسلب مننا الوجود نصير عدما فهو يعني وجودنا قياسا بالوجود الإلهي هو عدم عدم لو للوجود الإلهي طبعا هو منع عطاك الوجود هو الذي يعني منحك الوجود ولفترة ثم يسلب هذا الوجود خاصة أننا نسلفنا فهذا الجسم يصير عدما